حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التسعة مساء الى السادسة صباحا هذا ما اتخذه مجلس الوزراء حيال الاجراءات التي اتخذتها الدولة في رمضان حيمتد العمل بحظر التجول الجزئي بدءا من الغد بحيث انه يبدأ من الساعة التسعة مساء حتى السادسة صباحا اليوم التالي وذلك حيبقى طبعا اعتبارا من غدا من يوم الجمعة الموافق ان شاء الله اول ايام الشهر الكريم باذن الله عودة تدريجية للحياة الطبيعية مع استمرار الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا مع تقديم بعض الخدمات ومنها فتح واعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الاسبوع القادم فيما يخص الشهر العقاري وجلسات اعلام الوراثة بالمحاكم فيما يخص المحاكم تم التوافق على ان نبدأ بالسماح بجلسات خاصة باعلام الوراثة علشان طبعا دي بتخدم فئات محددة للمواطنين اللي يعني بيحبقى هناك احتياج شديد لهذه النوعية من الخدمات فدي حنبدأ بيها تدريجيا ايضا ويمكن حنبدأ بعد كده تدريجيا نشوف ايه اللي ممكن الخدمات الاخرى اللي نبدأ يعني نفتحها للمواطنين اعتبارا من الاسبوع القادم سيتم السماحه بترخيص المركبات الجديدة فيما يخص خدمات المرور تم التوافق على ان احنا نبدأ اعتبارا من الاسبوع القادم في السماح بترخيص المركبات الجديدة ودي نقطة مهمة عشان تخدم قطاع صناعة السيارات في مصر لان النهاردة كان هناك يعني مشكلة في ان هناك يعني خطوط الانتاج اللي بتنتج العربات الجديدة وكان المفروض المواطنين اللي يستلموها لكن بسبب طبعا ان وقفنا هذه الخدمات بقى ان هناك الحقيقة مشكلة كبيرة فوجدنا ان احنا نبدأ تدريجيا في اعادة خدمات المرور بان احنا نسمح باعتبارا من الاسبوع القادم ان شاء الله بترخيص المركبات الجديدة فقط كما سيتم السماح للمطاعم بخدمات ديليفري طوال ايام الاسبوع تم التوافق ان احنا هنسمح بفتح المراكز التجارية والمحل التجارية طوال ايام الاسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى الخامسة مساء اليوم ويعني ده هيبقى اعتبارا ايضا من غد ان شاء الله سيتم الاعلان عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة والجامعات خلال النصف الثاني من شهر رمضان وسمح بعمل المراكز التجارية طوال ايام الاسبوع بما فيهم الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء تبع رئيس مجلس الوزراء قائلا إنه إذا وجدت الحكومة زيادة غير متوقعة في إعداد المصابين سيتم اتخاذ إجراءات أشد قسوة من مصر محمد عبد العال الجزء اللي اختتم بيه محمد زي مننا تقريره في كلام وتصريحات السيد الرئيس مجلس الوزراء دي غاية في الأهمية عشان بس الناس تبقى عارفة السبب من تقليل عدد ساعة الحزر بس إن الناس تلحق تفتر لو أنا معزوم عند أهلي والأهلي معزومين عندي في أدياء الحدود الناس بتلتقي تلحق الناس بس تروح لأن المغرب ستة ونص خلاص يعني تمانية دي كان خضاء الناس تأكل وتبقى في العربيات فطبعا صعب فتم مراعاة هذا البعض وإن فكرة مهمة جدا تقييم الوضع يوم بيوم لإن لو الناس ملتزمتش لو ما كانش فيه تطبيق لإجراءات أو الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنيين والناس كسرت هذه الإجراءات فطبعا أكيد هيبقى فيه تصرف تاني وإجراءات ربما تكون أشد قصوة على الناس مش بمزاج الحكومة مش هي عايزة كده ولكن يعني تفاديا لإسناريوهات أسوأ لقدر الله شيء كمان اللي مهم اللي ذكروا اليوم من سيد الرسم بيس الوزراء هو إعداد كتيب منظمة صحة علامية بتعمل كتيب للعالم كله كمان إحنا بنعمل كتيب للإجراءات الاحترازية اللي الناس تاخدها الناس المضطرنة تنزل وتتعامل عشان يتم شوية شوية فتح المجال أمام الناس والأعمال تاني أمام الناس تعالوا نسمع الدكتور مصفى مدبولي قال إيه في الجزئية دي تحديدا كدولة نبدأ ناخد إجراءات بهدوء شديد نحو أن النهاردة بعد إن شاء الله عيد الفطر المبارك يكون هناك عودة تدريجية لحركة الحياة الطبيعية ولكن زي ما بأكد مرة أخرى سيظل معنا حتى بعد عودة الحياة إجراءات احترازية النهاردة الحياة سواء منظمة صحة العالمية بتعد زي ما بنقول كتاب إزاي إنك إنت تتعامل لو دخلت أماكن محددة الإجراءات اللي لازم كل الجهات والدول تتباحها نفس الكلام ده إحنا بنعده النهاردة كحكومة عشان نبدأ ننشوره ونعلنه وإنه حيبقى فيه إجراءات تتخذ ضد من يخالف هذه الإجراءات بعد كده